تلبية لدواتين من رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم تيرنبول ورئيس الوزراء نيوزلندي بيل اندليش سيقوم رئيس مجلس الدولة الصيني ليكو تيانغ بزيارة رسمية إلى كل من أستراليا ونيوزلندا من الثاني والعشرين حتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري وخلال مؤتمر صحفي عقدة هذا اليوم الثلاثة قدمت وزارة الخارجية الصينية بعض المعلومات حول هذه الزيارة قال نابو وزير الخارجية الصيني جنسقوان في المؤتمر الصحفي إما رئيس مجلس الدولة سيزور أستراليا من الثاني والعشرين وحتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري ومن ثم سيزور نيوزلندا من الثالث والعشرين وحتى الثالث والعشرين حيث سيتبادل رئيس مجلس الدول الصيني ليكو تيانغ وجهات النظر بعمق مع قادة البلدين سعيا لتركية التعاون العملي مع الصين هذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها رئيس مجلس الدولة الصيني إلى أستراليا ونيوزيلندا منذ أحد عشر عاما وهي الأولى أيضا التي يقوم بها رئيس مجلس الدولة ليكوشان بعد الدورتين السنويتين وهي تجسد مساعي الصين وأستراليا ونيوزيلندا نعوى الحفاظ على التجارة الحرة وتسهيلها في ظل ضعف الانتعاش الاقتصادي العالمي وصعود العولمة العكسية والحماية التجارية أدعف جنزيقوان أن هذا العام يصادف الذكرى الخامسة والأربعين لإقامة العلاقات الدبماسية بين الصين وأستراليا وبين الصين ونيوزيلندا ومن المخطط أن يوقع رئيس مجلس دول السيني ليكوشان سلسلة من الوثائق لتركية مستوى التعاون مع كل من أستراليا ونيوزيلندا خلال الزيارة إلى أستراليا سيعقد رئيس مجلس الدولة ليكوشان الجولة الخامسة من الاجتماع السنوي مع رئيس الوزراء الأسترالي ترينبول حيث سيناقش الجانبان كيفية تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الثنائية بشكل أفضل وسيوقعان سلسلة من وثائق التعاون وذلك يبين التعاون الاستراتيجي والعملي بين الصين وأستراليا أما خلال زيارته لنيوزيلندا فسيلتقي رئيس مجلس الدولة ليكوشان مع رئيس الوزراء النيوزلندي إنجليش وقادة جانب النيوزلندي الآخرين حيث سيسعى الجانبان إلى رفع مستوى التعاون التجاري مغتن من فرصة دفع مفاوضات التجارة الحرة موسيقى